المباراة النهائية النهاردة النادي الاهلي من شوية زغيرة أصدر بيان قال فيه يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا طريقا عصر غد برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الاهلي لقارة القدم وذلك لمنقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدور الأبطال بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرا من الاتحاد الأفريكي الكارة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر ويستعرض المجلس باجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية ويكون باتخاذ الكارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية مش نقف هنا بقى شوية نقف هنا شوية بس قبل ما نقف تعالى بالمرة ناخد تصريحات الكابتن سالب حفيز مدير الكرة في النادي الآية عشان هي متعلقة برضو بهذا الأمر بعد كان نتكلم شوية كاب سالب حفيز النهاردة قال المهم ان احنا حققنا الصعود وتواجدنا في النهائي للموسم الثالث على التوالي بعد المباراة قال ان الوداد فريق محترم هيلعبوا تالت نهائي ليهم في آخر ست مواسم وهذا تدير على قوتهم وشخصيتهم يتوجدون في نصف النهائي بشكل مستمر وسط الكبار وقال لا يوجد ده بقى كلامه على النهاج لا يوجد كارة في العالم يستطيع فيها ملعب واحد للمباراة النهائية لسلاس مواسم لمسلمين على التوالي هذا الأمر لا يحدث على الإطلاق هذا الأمر بعيدا عن الوداد لكن سواء كان بالتصويت أو غيره لا يمكن السماح لهذا الملعب بالترشح بعد فوزه باستضافة النهائي في آخر يعني في النهائي اللي فات والنهائي الحالي ده سيد عبد الحفيز وده بعيني النادي الأهلي نقف بقى هنا قبل ما نروح لتصرحات بيتسو موسيمينش في رأيين في هذا الأمر الأهلي بكرة هيتتخذ قراره وله كامل الحرية في اتخاذ قراره اتجاه أو ضد الكاف بصراحة اللي عمله الكاف هي فضيحة تاريخية هي فضيحة تاريخية بصراحة يعني بس ما فيهاش تزويق كلام بتلعب على ملعب لسنتين متليتين بتختار المغرب اللي هي البلد اللي هي طرف في المباراة النهائية تستنى بعد السيمي فاينال عشان تختار المباراة أو ملعب المباراة النهائية كل حاجة شكلها وحش كل حاجة شكلها وحش وبالتالي الأهلي مظلوم ظلم بيّن في هذا الأمر يعني دي حاجات ما فيهاش منقش هتقول لي ما قال أهلي أخطأ هو اتحاد الكرة إنه ما أرسلوش من الأول طلب باستضافة المباراة النهائية في مصر أقول لك صح ومعاك وبقيدك وأنا قلت هنا الكلام ده إنه لو فيه ملحوظة على الأهلي أو اتحاد الكرة فهي دي تمام بس ده أبدا مش معناه إنك تستنى للمباراة النصف النهائية ما بعد مباراة الزهاب كمان عشان تعرف مين طرفي النهائي ففجأة السنغال تسحب الملف فجأة سبحان الله استنوا استنوا لما يشوفوا نتيجة مباراة الزهاب عشان السنغال تسحب ملفها طيب كان موجود اتسحب فجأة لو أنت الكاف خايف إنه الناس تقول عليك إنك بتتحيز لطرف من الأطراف هتعمل إيه هتقول والله بمئ إن اللوقت ما بقاش عندي غير ملف واحد فأنا بفتح باب الترشح لمدة أسبوع كمان مثلا أنا بقول مثلا يعني بمئ إن ما بقاش عندي غير المغرب وفيه طرف مغربي فتقول أنا عشان ما يبقاش عندي مشكلة هعمل اتصالاتي بدول أخرى عشان نشوف مين يقدر استضيف المباراة النهائية في الفترة الأسرية دي مثلا أو أقول من الأول أو أقول من الأول أي حاجة غير إن المغرب هي اللي تستضيف أو إنك أنت من الأول تحسبها من أول البطولة تستناش بقى المباراة النهائية دي جزئية في جزئية بقى في منتهى الأهمية في قراء تقولك طبما الأهل ينسحب أو يتخذ قرار بالانسحاب هقولك رأي موضوعي بدون إلا الشرق قوي ولا غرب أو شيء لو الأهل بكرة في اجتماعه ده درس هذا الأمر بشكل جيد ولقى نفسه مش هيبقى خسران منه وهيضمن إنه هيبقى ورق الضغط على الكاف عشان يغير الكاف مكان المباراة فأهلا وسهلا بس ده لو الأهل ضامن إن الكاف هيرضخ أو هيضعف قدام هذا القرار قرار اللي نسحب على سبيل المثال لكن لو أنت هتاخد قرار بس جماهيري تقول أنا الأهل فهنسحب عشان الجماهير الغاضبة ترتاح ونفسها ترتاح فده هيبقى قرار خطير ليه؟ القرار ده هترطب عليها أقوبات من الكاف واستبعاد من البطولات الأفريقية أه طبعا الكاف هيخسر وبطولات الأفريقية هتخسر لو الأهل مش موجود فيها طبعا بس الأهل كمان هيخسر فالقرار ده تحديدا بتاع الانسحاب هو مش قرار ثوري كده وخلاص مش قرار عن تاري وخلاص أكيد النادي الأهلي وزي ما قلت لكم أنا أشدت كثيرا بخطوات النادي الأهلي الماضية التسعادية بزكاء مش بتهور سيطة ممكن تقول هنسحب بس مجرد التراجع في القرار ده بعد كده هيبقى مش حلو ومجرد أنك تاخده خلاص عشان أمور جماهرية فمش هيبقى حلو لا لا هيخسر في الآخر النادي الأهلي يتعامل إدارين وأنا بطلب من جميعينا النادي الأهلي العظيمة اللي فيها البعض يرى أنه الانسحاب هيبقى قرار سليم سيبوا الإدارة تاخد القرار المناسب وكلنا هنسنده بس يدرسوه بتأني وزكاء إداري والنادي الأهلي يفعل ذلك في الأيام الماضية بامتياز دون ضغوط محدش يضغط على قدارة النادي الأهلي دلوقتي سيبوهم ياخدوا القرار السليم دراج بي